انطلق المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين بمدينة الواحاة البحرية يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجالات الأثار والتراث والدراسات السياحية في مصر والوطن العربي على أهمش انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين نظم الاتحاد جولة بمدينة الواحاة البحرية تم خلالها افتتاح أحد الفصول الدراسية لدول همم بمدرسة البويت الثانوية وبرعاية إحدى مؤسسات المجتمع المدنية كمساهمة منها في دعم المنظومة التعليمية طبعا هؤلاء لابد جزء عزيز علينا وجزء عزيز على المجتمع لابد من دمجه والاهتمام به قضية التعليم هي قضية مهمة التعليم والصحة هي أهم أمرين توليهم القيادة السياسية هنا في مصر افتتاح فصول دول همم يأتي كخطوة لافتتاحات قادمة وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بدمج تلك الفئة في المجتمع وتمكينهم على كافة الأصعدة نحاول أن ندعم الاقتصاد القومي والسياحة على الوجه الأكمل يعني احنا هنا في مدرسة البويت السنوية بنفتتح على هامش المؤتمر فصول لزاوي الاحتياجات الخاصة افتتاح فاصل بيخدم زاوي الهمم للفئة تدامجه والتربية الفكرية وده يمكن الجزية التي تنقصنا في إدارة البحرية إمكانيات لمساعدة هؤلاء الفئة المهمة التي تأخذ اهتمام كبير على مستوى الجمهورية هذا وتم تنظيم جولة داخل متحف المميوات الذهبية والذي يعد من أبرز الأماكن السياحية في الواحات البحرية ويؤرخ لفترة الحكم اليوناني الروماني لمصر وتحديدا الأسرة السادسة والعشرين من الواحات البحرية محمد الخطيب التلفزيون المصري